شك أهالي مدينة الناصرية وأصحاب المحال التجاري والبسطيات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع المناسبات التي يكون فيها إقبال على الأسواق خصوصا في شهر محرم الحرام عبر أهالي مدينة الناصرية عن غضبهم واستيائهم الشديد بخصوص ارتفاع الأسعار في جميع المناسبات التي يكون فيها إقبال كبير على الأسواق والمحال التجارية موضحين أن السبب الأكبر هو عدم وجود جهات الرقابية على الأسواق والبضائع والتي من شأنها أن تحد من ارتفاع الأسعار في المحافظة كل ما يسعد الدولار يسعد السعر كل ما يسعد يسعد السعر يعني كله بالدولار أجمال اللحوم الشيء يعني كله ماكو شيء تريد لك رخيص ماكو وخاصة بكت الأيام محرم مثل رمضان مثل عيض حية يعني كله كله جهت تسعد يعني شين السبب الشين السبب الأيام العادية مفتوحة تنزل تعدنا الفواكه الفواكه كلها غالية كلها استيرات من تجين من إيران كلها غالية هاي سوريا هم كلها غالية هذا وقال أصحاب المحال التجارية والبسطيات أن ارتفاع سعر الصرف الدولار سبب إرهاقا وإنهاكا كبير للمتبضعين وأصحاب المحال والبسطيات فهم مجبارين على مجارات العملة الصعبة والبيع والشراء بنسق مع ارتفاعها أو انخفاضها الأسعار يعني مويم الحج احنا هاي شهر محرم شهر الحرام شهر الأيام المطيعة يعني بشرفك بغيذا كانت بـ 3000 دينار يصل بـ 8000 يعني شونة وإلهمتها يعني أتسأل يريد يسوي ثواب لازم ما يأخذ خضرة الماي من 1950 إلى 2005 يعني الفجل كان بثمانية أسواله هي خضروات خضروات عامة يعني أسعد فوق النص السوق شوية مرتفع السعار أقالي والسوق يأثر علينا يأثر علينا أنا برخيص يتبيعون على وقت لها ولا الشغل لا أحد يشتري لا أحد يشتري طبعا لا أحد يشتري قال في حين أن الأهل لا زالوا يعانون الأمرين من ناحية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار من جهة ومن جهة أخرى القرارات الحكومية وعدم وضع جهة رقابية مختصة بمراقبة السوق وارتفاع المواد الغذائية على وجه الخصوص لقناة WTV وطن مجتبى صالح ذقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر